بيراميدز بيحافظ على صدارة الدوري الممتاز النهاردة وإصراره وتمسكه بالمنافسة لآخر نفس في أو على لقب بطولة الدوري الممتاز في هذا النهاردة على سيراميك كيلو باترة بنتيجة 2-1 بيصل طبعاً النقاط أو عدد نقاطه إلى 47 نقطة ويبقى ليه مباراتين طبعاً مؤجلتين في الدوري الممتاز لكن يورو شيتش المدير الفن البيراميدز اتفرجت على تصرحات لي بعد المباراة بيتكلم بهدوء وبيتكلم بزكاء فبالتالي هو مش مدرب بتاع يعني لقطة ومدرب واضح كمان ده دايماً بترجم أداء أي مدرب بأداء طبعاً الفريق ونتيجه وفي نفس الوقت تصرحات وتصرحات المدربين بتكون مهمة جداً في طبعاً تثبيت الانطباع لدى الجماهير يورو شيتش المدير الفني البيراميدز النهاردة بيصرح تصرحات في غاية الهدوء والعقلانية حتى وهو كان معترض على أداء الحاكم النهاردة لما سؤل فيه بعد المباراة لم يهاجم الحكام ولم ينتقد الحكام بل بالعكس يعني وقال جملة في غاية الأهمية توريلك هو بيشتغل ازاي قال بس جملة في كل تصرحاته دي قال أنا مش ببص للفوز على سيراميكا والالفوز في مباراة أنا ببص لبعيد خلال الفترة المقبلة فبالتالي يورو شيتش المدير الفني البيراميدز بيقود فريق النهاردة للنقطة 47 متصدر المسابقة ومتبقي للنادي الأهلي طبعاً عدد من المباريات المؤجلة وأيضاً لنادي الزمالك اللي ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على بطول